وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا في عالم الدنيا وهذا في عالم الآخرة بل في كل عالم من العوالم الخلق هنا ليس مخصوصا بالبشر أو بالجن أو بالملائكة وإنما بكل مراتب الخلق وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم في سورة الغاشية في الجزء الثلاثين من أجزاء الكتاب الكريم في الآية الخامسة والعشرين وفي الآية السادسة والعشرين إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الحديث هنا عن البشر الحديث عن الإنس والجن لأن الآية تتحدث عن المجموعات التي مر الكلام عنها هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إلى أن يقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية الحديث عن وجوه عاملة ناصبة وعن وجوه ناعمة لسعيها راضية حديث عن البشر حديث عن الجان عن الإنس والجن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أما الحديث هنا في الزيارة الجامعة الكبيرة أوسع من ذلك حديث عن كل الخلق وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم الزيارة هنا تصدق القرآن والقرآن يصدق الزيارة أما أولئك الذين قد يتصورون أن تعارضا بين القرآن والزيارة فهذا من قلة فهمهم للقرآن ومن قلة فهمهم لما قاله أهل البيت نحن كيف نفهم القرآن نفهم القرآن هكذا بمزاجية أو بمعلومات نتعلمها من هذا المنهج المخالف لأهل البيت أو من ذلك المنهج البعيد عن أهل البيت أم نرجع إلى أهل البيت لنرى كيف يفهمون القرآن هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف هذا هو الكاف الشريف وهذا هو حديث أهل البيت الرواية عن جابر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن باقر العلوم قال قال يا جابر إذا كان يوم القيامة الإمام يحدث جابرا الجعفي يا جابر إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأولين والآخرين أولين والآخرين من الجن والإنس والملائكة ومن كل ما يمكن أن يحاسف في يوم القيامة جمع الله عز وجل الأولين والآخرين لفصل الخطاب لفصل الخطاب يعني لطرح القول الفيصل دعي رسول الله ودعي أمير المؤمنين فيكسى رسول الله حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي مثلها ثم يصعدان عندها ثم ويكسى علي مثلها ويكسى رسول الله حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب جمع الله عز وجل الأولين والآخرين لفصل الخطاب دعي رسول الله ودعي أمير المؤمنين فيكسى رسول الله حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي مثلها ويكسى رسول الله حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي مثلها ثم يصعدان عندها بعد أن يكسوان الحلة الخضراء والحلة الوردية ثم يصعدان عندها يصعدان إلى المقام المحمود ثم يدعى بنا يدعى بآل محمد فيدفع إلينا حساب الناس فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعى بالنبيين فيقامون صفين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب الناس فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث رب العزة عليا فأنزلهم منازلهم من الجنة له الولاية في الدنيا وفي الآخرة هو قسيم الجنة والنار فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهم إمامنا الباقر يقول فعلي والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله عز ذكره وفضلا فضله الله به ومن به عليه وهو والله يدخل أهل النار النار وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه يا قسيم الجنة والنار أدركني يا أبا الغيب يا علي أغثني لكن ماذا نصنع للناس وما شأننا والناس؟ رواية عن إمامنا الصادق مذكورة في نفس الصفحة في الجزء الثامن إياكم أحضوا الناس وهذا في كل زمان والتقية لها درجات ماذا يقول إمامنا الصادق؟ هو يتحدث عن طبقات من الناس إياكم وماذا؟ إياكم وذكر علي وفاطمة لا تذكروا علي وفاطمة لماذا؟ فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة وهذا يمكننا أن نتلمسه في المخالفين لأهل البيت في كل مكان وكذلك يمكننا أن نتلمسه حتى في أشياع أهل البيت إذا ذكرنا علي وفاطمة ليس وفقا للصورة التي هم رسموها لعلي وفاطمة حين نذكر علي وفاطمة بحسب الصورة التي رسمها أهل البيت لنا يرفضون علي وفاطمة فعلي وفاطمة عندهم غير علي وفاطمة عندنا هناك من يرسم صورة لعلي وفاطمة غير الصورة التي رسمها علي وفاطمة لأنفسهما هذا هو القول البليغ الكامل علمني ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم فعلمه الإمام الهادي المعصوم العاشر من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه ما يقوله مخاطبا لآل محمد في هذا النص الشريف الذي بين أيدينا علي وفاطمة محمد وعال محمد هذه صورتهم أما أنتم أيها المقصرون من شيعة أهل البيت ترسمون صورة أخرى لعلي وفاطمة هذه الصورة من نسيج خيالكم لا من علم محمد وآل محمد وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق إليهم لماذا؟ وحسابهم عليهم لماذا؟ وهذا ليس في عالم الآخرة فقط هذا في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة وفي كل عالم من العوالم لماذا؟ لأن لكل موجود زمام وأزمة الموجودات هي بأيديهم ومن يمسك أزمة الموجودات فإنه هو الذي سيرجع إليه كل شأن من شؤونها وسيكون الحساب على يديه وبيديه الذي يمسك بزمام الفرس هو الذي سترجع إليه الفرس لأن الزمام بيده وهو الذي سيكون متصرفا بشأنها ويكون محاسبا لها في كل أمورها لأن لكل موجود زمام آخذ بناصيتها هناك أخذ لناصية كل موجود آخذ بناصيتها الله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل موجود والأخذ بناصية كل موجود والأخذ بزمامه الناصية ما هي؟ الناصية هي الجبهة أو مقدم الشعر الموجود في رأس الإنسان فحينما يؤخذ بناصية الإنسان يجر من شعره حينما نمسك بشعر إنسان من مقدم رأسه ونجره فهو بشكل لا إرادي سيأتي معنا سينجر باتجاهنا ناصية الموجود هو زمامه هو سنخية وجوده أليس بين العلة والمعلول؟ هناك سنخية ما يسمى بقانون السنخية وحدة السنخية بين العلة والمعلول ناصية كل موجود هي سنخيته هي السنخية الموجودة فيه يعني العلاقة التي تربطه بالعلة هناك شيء ذاتي في المعلول وهو السنخية تربطه بالعلة هذه هي ناصية الموجود زمام الموجود وهم يمسكون بأزمة الموجودات فلذلك القضية غير مرتبطة بيوم القيامة قضية يوم القيامة هذا شأن من شأن إياب الخلق إليهم القضية أبعد من ذلك وأوسع وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم سيقولون هذا غلو فليقولوا ليس مهما هذا كلام آل محمد وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم